السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة ابن العرب إذا كنت أول مرة تشاهد الفيديو لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ودعم مقطع الفيديو بزر اللايك اليوم موضوعنا اليوم هو آخر تصريح للفنانة إليسا يعني فنانة الجماهير ملكة الإحساس إليسا صرحت إنها حتترح آخر ألبومها قريبا هذه مش هي المشكلة أو مش هيدا هو التصريح يلي مزعلنا كل جمهور إليسا في كل وطن العربي تصريحها هو إنه قالت قالت الفنانة إليسا أنها سوف تعتزل الفن من وراء هيدا الألبوم قالت أن هذا هو آخر ألبوم في مسيرتها الفنية وبعد هذا الألبوم ما في أغاني حنسمعها بصوت الفنانة إليسا يعني حتى تعتزل من وراء هذا الألبوم وهذا التصريح شكل جدل كبير وواسع في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الصفحات اللي مكتوبة باسم إليسا وغروبات فانز إليسا وكل الصفحات عبر الفيسبوك والإنستغرام بيتدولوا خبر اعتزال إليسا بعد هيدا الخبر وإحنا كفانز أو كفنانين أو كإعلاميين في كل الوطن العربي ما فينا نستغني عن صوت كصوت إليسا عن أحاسيس كأحاسيس إليسا يعني إليسا بتبقى ملكة إحساس وتبقى الفنانة نمبر وان بكل العالم العربي وتبقى نجمة روتانا الأولى يعني والله الواحد لن نستطيع الاستغناء عنه مثل هاد الصوت روما بإنه الله ممكن بعث للهداية بقلبها وممكن إن شاء الله ربي يهديها ويهدينا جميعا ولكن والله لم أستطع تقبل فكرة إليسا تعتزل الغناء لأنه هي ملكة إحساس قلت لكم نجمة نمبر وان بكل العالم العربي صوت كارزمة إحساس كلمات بالغنية يعني كل شي فيها حلو والله ما استوعبت هيدا الخبر وإن شاء الله ما يكون خبر صحيح مع إنه هي اللي صرحت بالموضوع وإن شاء الله تتردد بهيدا القرار وتكون دوما معنا وكل أغانيك وكل ألبوماتك حيزلوا مع كل الفانس بتاعك يعني بحزورك أو بغيابك جمهورك لسه موجود النجمة الجماهيرية إليسا صاحبة الجيوش العربية فين ما راحت فين ما عملت حفلي بكل الوطن العربي سواء مشرق عربي أو المغرب العربي حتظل النجمة نمبر وان وكل النجاح والتوفيق لألبومك الجاي وإن شاء الله من منبار قناة ابن العرب بنوجه لك تحية وبنقول لك لا تعتزلي الفن لأنه محبينك كتار مش كتاره بس يعني فاق الحدود وإنتي المفروض تكوني نجمة عالمية بس مو بس نجمة نمبر وان بالعالم العربي وإن شاء الله كل توفيق للألبوم الجاي وإن شاء الله يكون هالخبر خفيف على كد جمهورك بكل الوطن العربي وفي آخر الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتي تفعيل زر الجرس ليسي لكم كل جديد ودعم مقطع الفيديو بزر لايك لأنه هاد خبر حصري لقناتنا وهيدي أول قناة يوتيوب هتنزل هيد الخبر عبر منصة يوتيوب شكرا لكم ودمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء اشتركوا في القناة